نعم كان هذا الاستهداف بالأمس ورحى طحياته عدد من القتل كان من بينهم قائد في فرقة الردوان وفق ما علنته إسرائيل لكن الحزب اكتفى ببيان نعيه ولم يعلن أنه من فرقة الردوان لكنه أحد التابعين بكل تأكيد لحزب الله ويأتي ذلك بعد يوم كان شهد العديد من الاستهدافات ما بين إسرائيل وما بين حزب الله بدأت بالمسيرات من قبل حزب الله الذي أطلق العشرات من المسيرات على قاعدة إليت وبعدها كان هناك العديد من المسيرات التي اختتم بها اليوم أيضا وأطلقها على الاحتلال الإسرائيلي في شمال إسرائيل بينما أيضا تسود حالة من الهدوء الحذر على القطاع الجنوبي في القطاع الأوسط في جنوب لبنان وربما على كافة المناطق في جنوب لبنان في انتظار الكريمة التي ستكون لحسن نصر الله عند الخامسة عصرا اليوم وربما سيعلن عنها فيها مزيدا من التفاصيل أو مزيدا من الإضاحات حول الضربة المرتقبة من حزب الله والتي سيوجهها إلى إسرائيل والتي قال إن ستكون ضربة موجعة وستكون أكثر إلى من من أي ضربة وجهت في السابق من حزب الله أو من تهران إلى الاحتلال الإسرائيلي وبذلك الأعين كلها تتجه صوب هذه الكلمة وصوب الضحية الجنوبية لمعرفة تفاصيل هذه الكلمة وما يمكن أن يعلن عنه حسن نصر الله خلال الساعة القليلة المقبلة ويأتي أيضا ذلك وسط حالة من الهدوء الحذر حيث لم نلحظ أي تواجد لا الاحتلال الإسرائيلي لا للطائرات في الأجواء اللبنانية التي كانت عادة ما تحلق بكثافة كبيرة وتعمل على رصد الأهداف المختلفة ولم نلحظ أيضا وجود لأي غارات على الجنوب منذ الصباح اليوم لكن ما أكد حزب الله قبل قليل أنه كان هناك استهداف واحد فقط لقاعدة أفيفيم العسكرية ولمركز تجمع الجنوب بهذه القاعدة وتمت إصابته بالأسلحة المناسبة وفق البيان الصادر عن حزب الله أيضا على المستوى السياسي فهناك عبدالله حبيب وزير الخارجية اللبناني قد توجه إلى القاهرة للقاء نظيره المصري وسيكون بينهما مؤتمر الصحفي في العاصمة المصرية القاهرة ستحدثني فيها عن مزيد من التفاصيل ودعوة إلى الهدوء في جنوب لبنان وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كل ذلك يأتي في إطار البحث عن مخرج من الأزمة التي اندلعت مؤخرا ما بين إسرائيل وما بين حزب الله ويحاول الجميع محاصرة نطاق العمليات والاستهدفات حتى لا تتسع وتنجر المنطقة إلى حرب واسعة لا يحمد عقباها وبالتالي هناك جهود كبيرة تبذل وخصوصا أن لبنان قد تأهب بشكل كبير لحرب خلال الساعات المقبلة لسيما أنه قد قامت منظمة الصحة العالمية بتسليم شحنة كبيرة من المواد الطبية وكذلك من الأدوية للبنان حتى تكون جاهزة حالما تم محاصرة لبنان في هذا التوقيت من أجل الضربة التي ستوجه إلى إسرائيل من حزب الله وكذلك من إيران كل ذلك يعني يأتي في إطار المحاولة لإنقاذ لبنان من ما هو مقدم عليه في المرحلة المقبلة والتي يرى كثيرون أنها ستكون مرحلة فاصلة فإما أن تكون ضربة محدودة تؤدي في النهاية إلى هدوء بعد ذلك وإما أن تكون ضربة لا تتقبلها إسرائيل وتؤدي إلى اتساع نطاق الحرب وتدخلها مزيد من الأطرف أشكرك من جنوب لبنان أحضر مفتصر مفتد الخلف